السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في ما تضخنوا جلاشين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ازايكم حبايبا عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة هنعمل المحش المشكل بس مش اي محش مشكل لا احنا هنعمله ان شاء الله بتركات وحركات حلوة قوي يخلي معاك المحش كده حاجة تانية وريحته كده تجيب اخر الشارع وازاي كل اللي ياكل عندك المحش يقولك شمان انت المحش بتاعك مويز او انت عاملة في ايه ان شاء الله يمشي معايا خطوة خطوة وان شاء الله يطلع معاك المحش بتاعك غير اي محش حد تاني ونبتدي على بركة الليه بسم الله الرحمن الرحيم معايا كده اول حاجة الحلة وحط فيها الزيت طبعا بحباحي ايديك في الزيت شوية عزين زيت كتير المحش بيحب الخدمة ومعايا تلت بصلات كبار كده ومطعام وكعبات صغيرة ومنزلتش على البصل اللي عزيت لما الزيت تتقادح معايا شوية كده وبعد كده انزل ايه بالبصل وحطت عليهم رشة ملح رشة الملح بتسرع او بتكرمي للبصل بسرعة بسرعة خلاص كده البصل كده الكرمل معايا وبادياني اللون الهو الاه الدهب الغامق ده وبعد كده بنزل عليه بمعلقة الشطة صغيرة المعلقة دي بتاع الشطة الصغيرة ديك ديك كت ديك كتا ديك كتا امي اللي يرحمها كان دايما بتعمل تسبيكة كده بتحمر البصلة قوي كده وبعدها تنزل على المعليقة شطة عشان تحمر معانا القوطة وتخليها زي العسل طبعا المحشي هنا بنعمله كده على رواءة كده وعلى مزاج علشان خاطر المحشي بتاعك يطلع زي العسل وتحفة جدا البصلة لما بتسويها وبعدها كده بتدفي عليها الطماطم وكرمل البصلة بتحتك كده على فكرة المحشي بيبقى زي العسل وهديها رشة سكر كده على الطماطم دول 2 كيلو طماطم على 3 بصلات كبار وحطيت عليهم رشة السكر طبعا احنا متفقين ان السكر على الطماطم بيعدل حموطة الطماطم وكمان بيشيل الزعام بتاع الطماطم وغطي على الحلة بقى وتسبك برحطها اول بقى القوطة ما تتسبك معانا هنشوف بقى هنعمل ايه جانب بيها معايا كده الفرخة اللي احنا طبعا هناخد منها الشربة ونسق بيها المحشي وازاي الشربة بتاحتك تتلع زي العسل حطيت عليها بصلايا بعد طبعا ما غليت وشيلتي منها الريم بنزل عليها ببصلايا وطماطم وورق اللوري ودوك كده روزماري موفف من عند العطار والملح والفلفل الاسود ورشة سكر بسيتة قوي وطبعا تلفوس حبهان فاتحاهم كده قبل ما اضيفهم على الشربة كل الحاجات دي يا جماعة على الشربة عشان يخلي شربة الفرخة حلوة قوي وكمان هندي اللي هنسق بها المحشي عشان المحشي بتاعنا بقى طعمه حلو أو بالبقى ملقوطة برضو تتسبك والفرخة تستوي هنعمل بقى مع بعض الخضرة دول حزمتين كده من الشبت على حزمتين كسبرة على حزمتين بقدونس وبخسرهم كويس جدا وبعد كده بخرطهم ناعم طيب فيه ناس كتير قوي ما بتحب لشتدف البقدونس على المحشي لأ بقولك حط البقدونس البقدونس بيدي طعم حلو قوي يقولك لأ كفاية الكسبرة والشبت والله برضو البقدونس بيدي طعم حلو قوي دول حزمتين من كل ربطة وخرطهم كويس جدا من تخريط ناعم ومعاي الطماطم هي خلاصة تسبكت هنبهارها بقى الوقتي معاي معلقة ملح كده كبيرة ومعاق نص معلقة كده قرفة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة اللي هي بهارات المحشي بضيفهم كلهم كده على بعض وقديهم تقليبة كويس قوي لما القطة بتتسبك معاي بقى كده الرز ده كيلو من الرز انا جايب الرز اللي هو بيبقى مكتوب عليه رز مخصول يعني ده الرز مخصول جاهز انا ببخسلهوش هو جاي ينضيف جاهز كده لو انت بقى هجيبيه الرز عادي انه ايه كويس قوي ويخسليه بس هم حاجة تصفيه كويس قوي لكن انا اللي جايبه ده مكتوب عليه كده رز مخصول عايزين بقى ندلع الرز كده بقى ويبقى الرز بتاعنا من البهر وطعمه حل دي معلقة نعناع كبيرة ومعلقة فلفل قسط صغيرة ونص معلقة ارفع ولو ما فيش معايكي نعناع عادي النعناع الاخدر شغال اوي ومعاي كده مكعب من المرأ بضيفه برضو عالرز وده ربع كوباة من الزيت ليه الزيت وليه الحاجات دي اولا الزيت مع الرز بيخلي الرز بتاعك متفلفل كده حتى لما منيجي نعب المحشي هتلاقيه بعد كده متفلفل معاك وطعمه حل والبهارات بقى طبعا مع المكعب المرأ احنا كده بنعزز طعم الرز قبل ما نضيف عليه اي حاجة كده الرز بتاعك كده حلوة اوي متبهر كده ومتدلح كده مع نفسه النهاردة نبيعمل المحشي كده على مزاج عالي حاجات كده بسيطة بس ساديني بيفرق في الطعم وبعد ما بهرت الرز كويس اوي كل حاجات اللي احنا حطناها بعد كده بضيف عليها الشبت والخضرة المحشي والكزبرة والبقدنس والحاجات اللي احنا خرطناها مع بعض بالشكل ده كده ابدأ اضيفها برضو على الرز واقلبه كويس اوي يعني اقلب برضو الرز كده مع الخضرة الواحد يوم ليه الحاجات دي كلها علشان خاطر الرز واليتشرب من التوابل ويتشرب من الخضرة بتاعت المحشي ومعايا هي التسبيكة بعد ما خلاص طفيت عليها وهديت ابدأ بقى الوقت كده اضيف التماطم او التسبيكة على اللي احنا ايه على الرز والخضرة وطبعا معايا تماطم فضت اهي دي بعد كده بقى ابعب بها في كيسو حطف الفريزة لما اجي اعمل محشي تاني بتبقى جهزة معي اشتغل على طول بقى بش لسه اعدى سبك ولا حاجة علشان كده دايما بحب اعمل بزيادة خلاص قلبت بقى التماطم مع كل الحاجات اهي هيطلع معاك كده معايا بقى الوقت الخضر المشكل زي ايه بقى معايا البيتنجان الابيض ده كيلو وكيلو من البيتنجان الاسود ومعايا كده نص كيلو كوسة الفيديو يعني فانا كنت مجهزاهم بدلا ما لست يعني ايه ليه صعد اقور واعمل كده لا قلت عشان يبقى جهز معايا والفيديو ما يبقاش طول اوي هيطلع معاك كده طبعا اللي بتنجان ما بنقوروش اوي اوي كده والكوسة برضو بيبقى يعني برضو ما تخلاش رؤيا خليها كده معاك بسوم كده وطبعا بتدي الكوسة زجزاجة كده بالمقور بعد ما بتقوريها علشان خطر ايه تتشرب كده من الشربها وايه والتواب اللي احنا هنحطها ايه وحنا بنسق المحش طبعا دي الحلة اللي انا كنت مسبكة فيها بدل بقى ما تعدي تعملي مواعين بقى والحاجات دي لأنا فضيت التماطم وعم هعمل برضو هعبي المحش في الحلة اللي انا سبكت فيها علشان خطر طبعا ما عملش ايه مواعين كتير دي برضو تكاية حلو اوليتي عشان ايه طبعا كلنا بنزع من المواعين كتير لأنا هعبي في الحلة اللي انا سبكت فيها حطيت فيها كده العدام بتاعت الشبت والخضرة في القاعة الحلة وبعد كده بنزل عليهم ببصلية كده بقى اطحها دوير وبحطها في قاعة الحلة برضو عشان ديني طعم حلو الوقت هنعب المحش بقى كده ما تعبيش المحش وتكبسوه رزة قوي قوي كده والحاجات دي لا هيطلع معاك المحش وحش قوي وهتلاقي كله رزة كده ومكتوم وكمان هيتبهدل في الحلة وهتلاقي كله كده خرج برا هتلاقي الحلة كلها رزة مش هيبقى حلو خالص احنا هنعب المحش كده نصه بالشكل ده كده نص الكوس كده وحاولي كده وانت بتعملي اضغطي كده علشان خطر لما نيجي نسقي بالشربة يبقى الكوس كده متهوي والرز قشمكتوم جواه يعني حط الرز نص الكوس بس علشان خطر تديله مساحة ياخد راحته وينطر في قلب الكوس بتاع المحش معايا الشربة طبعا مغلية يعني بتغلي كده اضيف بقى لها كبشتين كده من الصلصة اللي هي بتاعت المحش اللي احنا ايه سبكناها دول كبشتين كده ده وحطي برضو لو عايزة تحطي ديفي مكعب مرق ياريت حطي وشوية زيت كده صغرين على الايه الشربة دي علشان خطر تدي لمعة للمحش بتاعنا يعني اضيفت على الشربة شوية زيت مع التزبكة الطماطم وطبعا الشربة معايا هنا بتغلي طبعا هتحطي طبعا دي حلة كبيرة هحطها على عيني الكبيرة ولما تيجي تس الشربة كده تس ايه بصي بصي يعني شايفة كوز المحش يبقى ايه يعني نص الكوز كده بس ايه اللي فوق كمان كده بتاع عقل الصباح كده يعني نص الكوز ومع عقل الصباح وعلى نار عالية واسيب المحش كده على نار عالية معايا الفرخة هي خلاص استويت طلحتها بقا كده هديها بس دهنا كده من الصلصة حطها تحت الشوية عشان تلون معايا ودي المحش اهو خلاص بتشرب هوتع عليه النار بقى يتشرب براحته كده المحشي بقى جاهز معي اهو قادي الفرخة اللي احنا سبناها تحت الشوائل هتتلون معاك تبقى بالشكل ده وقادي المحشي معانا هيتلع معاك بالشكل ده بجد يعني حاجات محشي بس حاجات بسيطة بس هيفرق معاك في الطعا اللي تتبهر الرز والحاجات دي اللي هشوفناها في الفيديو و تديها رشة خضرة كده يعني كنت يشالها شوية خضرة كده قلتها زيين بها كده للمحشي بعد ما اجا احطه شايفه الكزبش معاب او ازاي شوفين لما استوى هتلاقيم هاو كده و حلو معاك وده كان فيديو بتاعنا النهاردة لايك و شير لي الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته